اجتماعها كان اليوم أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة قررت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتعليم الأساسي تنفيذ الإضراب الإداري من خلال حجب الأعداد وعدم تنزيلها في الدفاتر أو تسليمها للإدارة ومقاطعة مجالس الأقسام وعدم إنجاز القائمات ومقاطعة كل عمل إداري يتعلق بنهاية السنة الدراسية عاش عاش الاتحاد أكبر قوة في البلاي قرر تسعيدي تبرر النقابة بعدم استجابة وزارة الإشراف لمطالب المعلمين رغم التحركات الاحتجاجية المتواصلة وتعتبر أن محظر الجلسة اللي تم إمذاءه مساء أول أمس غير مقنع ولا يستجيب لمطامح المعلمين حيث يعتبر النقابيين أن مقترحات الوزارة غير كافية ويذكر أن أهم المطالب اللي رفعتها النقابة تتعلق بمنحة مشقة المهنة وتنظير خريجين معاهد العليا لتكوين المعلمين مع المعلمين الأول للتربية البدنية وإدماج النواب والمتعقدين وتوحيد إطار التدريس بالإضافة المطلبي تخفيز ساعات التدريس واحتساب سنوات التعاقد في التقاعد مشقة المهنة التي تعطيت القطاع الزملائنا في الثانوي ونحن كمعلمين وقت طلبناها رفضوا أنهم يتفاعلوا معنا في المنحة سيد وزير التربية لما يخرج في عديد وسائل الإعلام معناه ويستنقص من كرامة المعلم وقت اللي يحكي على الأساذة في المدولة عندهم الشاهد وانتم معناه عندكم الشاهد وتخلصوا معناه في ثلثين الأسرة وبين هذا وذاك عبر أولياء التلاميذ في أكثر من مناسبة عن استياءهم من تأثير التجاذبات النقابية الحكومية على سير الدروس وطلبوا المسؤولين بمراعاة مستقبل أبنائهم وتمكنهم من حقهم في مزاولة دروسهم بعيدا عن أي حسابات جانبية